بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم عزيزي التلاميذ تلاميذ سنة ربعة متوسط اليوم شاء الله سنضيروا مراجعة شاملة حول التحولات الكيميائية في المحالي الشاردية طبعا أول حاجة لازم تعرفوا أنه هذه التحولات الكيميائية منقسمة إلى ثلث أقسام أول شي عندنا تفاعل معدن مع حمد كلار الماء إذن حمد كلار الماء وتفاعل معدن مع كبريتات النحاس وتفاعل حمد كلار الماء مع كربونات الكالسيوم إذن أولا نبدأ بتفاعل معدن مع حمد كلار الماء وهو أش سي أل إذن أول شي لازم تعرفوا أنه تفاعل معدن مع حمد كلار الماء يعطي لنا دائما كلار المعدن زائد انطلاق غاز الهيدروجين إذن أول حاجة نكتبوها لازم تعرفوها هو أنه معدن إذن نكتبوه إذن لدينا دائما معدن زائد حمد كلار الماء لهو أش سي أل يعطي لنا دائما كلار المعدن زائد آش دو لهو غاز الهيدروجين إذن هذه المعادلة دائما مهما كان المعدن الذي يتفاعل مع حمد كلار الماء إذن نبدأ أولا بمعدن الحديد إذن أول حاجة عندنا معدن الحديد ف او طبعا ما ننسوش نكتبو الحالة الفيزيائية نزيدولو نزيدولو حمد كلار الماء إذن حمد كلار الماء أول حاجة لازم يقولو لكم كتبولي المعادلة بالصيغة الشاردية والصيغة الإحصائية ثم بالأفراد الكيميائية المتفائلة إذن نبدأ أولا بالصيغة الشاردية إذن بالصيغة الشاردية كيقولو لكم الصيغة الشاردية ما عندها أش سي أل نكتبوه على الشكل أش بلوس زائد سي أل مو بهذا الشكل ولا ننسى الحالة الفيزيائية هذا وش يعطينا قلنا يعطينا كلار المعدن كلار المعدن ما عندها نكتب شاردة المعدن طبعا ما ننسوش أن الحديد عنده شاردتين إما يكون عندنا أف او دي بلوس أو أف او تخوة بلوس شاردة الحديد الثنائي أو شاردة الحديد الثلاثي وهذا حسب لون المحلول الناتج طبعا إذا قالو لكم أنه يتشكلنا محلول لونه أخضر أو أخضر فاتح تعرفوا باللي الشاردة هي اف او دي بلوس إذا قالو لكم أحمر أجوري ما عندها الشاردة هي اف او تخوة بلوس إذن نبدأ بأف او دي بلوس طبعا دائما لما نكتب اف او دي بلوس ما ننسوش نكتب قدمها شاردة الكلار إذن شاردة الكلار هي شاردة خاملة أو متفرجة يعني كما تدخل في التفاعل كما تخرج هنا دايما الشاردة اللي رهي هنا هي اللي تظهرنا مع شاردة المعدن ثم نوازي المعادلة طبعا زائد غاز الهيدروجين قلنا دائما يتشكلنا غاز الهيدروجين الآن منين نبدأ ونوازن المعادلة نبدأ دائما من هذا القوس نبدأ ونوازن المعادلة منا إذن عندنا زائد ثنين هنا ناقص ناقص واحد ما عندها نضرب هذه في ثنين باش تقول لي عندي ناقص ثنين زائد ثنين تساوي السفر قلنا يجب أن نستعمل دائما أو أن نطبق مبدأ انحفاظ الذرات ومبدأ انحفاظ الشحنة طبعا لموازنة أي معادلة ممكن يقول لكم في السؤال ما هو المبدأ الذي نعتمد عليه لموازنة المعادلة المبدأ هو دائما مبدأ انحفاظ الذرات ومبدأ انحفاظ الشحنة الذرات أو القتلة نفس الشي إذن هنا رأنا ذرنا ثنين ولكن نلاحظ بالفترة في الأول عندي هنا ياسي ألمو 1 إذن نكتب هنا ثنين و لا نكتبها في الداخل حذاري إذن ولكن عندي ثنين سي ألمو و هنا ثنين سي ألمو كذلك هنا عندي ثنين H وهنا عندي 2 أش متهمنش شاردة هنا شوفوا ش حال عندي من ذرة الهيدروجين عندي 2 وهنا عندي ذرتين هيدروجين معناه المعادلة من حيث الذرة راهيم توزنه طبعا افقوا هنا عندي وحدة راهي عندي وحدة من حيث الشوارد راهيم توزنه ومن حيث الذرة راهيم توزنه هذه بالنسبة للصيغة الشاردية ثاني حاجة بالصيغة الإحصائية إذن بالصيغة الإحصائية ماذا نقصد بالصيغة الإحصائية؟ احنا كنا بك نسموها الصيغة الجزائية يعني بالجزيئات يعني نحو فقط الشوارد إذن هنا الأف أ لا تتغير إذن عندنا الأف أ أف أ سوليد زائد هنا أش سي أل يعني أش بلوس بلوس سي أل موالس قوبيناتهم تعطينا أش سي أل شحاني عندي من الأش سي أل عندي جزيئتين ثم واش تعطينا اللي هنا قلنا الصيغة الإحصائية لهذا المركب هو نكتب قبل شوفوا منيح معايا نكتب أف أ ونكتب سي أل هكذا بهالطريقة شحال عندي من الأف أ نشوفوه هنا شحال عندي عندي وحدة معانتها هنا ما نكتب والو شحال عندي من السي أل عندي زوج معانتها نكتب زوج وهنا دائما الحالة الفيزيائية لا ننساها زائد ماذا زائد غاز الهيدروجين لهو أش دو غاز إذن هذه بالصيغة الإحصائية ثالثا بالأفراد الكيميائية المتفاعلة بالأفراد الكيميائية المتفاعلة وش معانتها؟ معانتها نحو شوارد السالبة شوارد السالبة اللي رح يمتكررها نحوها شكون هي هي ثنين سي أل مو وثنين سي أل مو معانتها وش يبقالي هنا؟ يبقالي أف أ صوليد زائد ثنين أش بلوس ثنين أش بلوس طبعا ثنين سي أل مو راحت وش يمدلنا اللي هنا؟ يمدلنا أف أ دو بلوس زائد غاز الهيدروجين طبعا ولا ننسا الحالة الفيزيائية عفوا نعيد إذن قلنا بالأفراد الكيميائية المتفاعلة قلنا اللي هنا عندي أف أ نكتب أف أ عندي ثنين أش بلوس نكتب ثنين أش بلوس ثنين سي أل مو مع ثنين سي أل مو نختزلوها إذن وش يعطينا؟ تعتلنا أف أ دو بلوس إذن تعتلنا أف أ دو بلوس ثم زائد غاز الهيدروجين إذن كما تلاحظون إذن هذه هي المعادلة ولا ننسى الحالة الفيزيائية إذن هذا بالنسبة لمعدن الحديد ودينا فقط مثل هو أف أ دو بلوس يعني الحديد الثنائي طبعا ما نزل لكم بقية يعني المعادن مثل الألمين يومي لأخيره رحوا الآن شوفوا تفاعل معدن مع كبريتات النحاس طبعا هنا تفاعل معدن مع كبريتات النحاس وش يعطينا؟ يعطينا دائما عندنا محلول هنا محلول كبريتات النحاس يعني سي او دو بلوس أس أو كاتر دموة وهنا عندي معدن إذن نضعه معدن مثلا لو وضعت معدن الزينك مثلا زد أن صليد إذن أنا وضعت معدن الزينك إذن لما نفعله معدن مع طبعا مع محلول كبريتات النحاس أول حاجة ما هي الملاحظة التي نلاحظها؟ أول شيء اختفاء اللون الأزرق طبعا ما تنسوش أنه كل ما تكون عندي شاردة النحاس الثنائي سي او دو بلوس في المحلول اللون هذا يكون أزرق معدها بعد لحظات سوف نلاحظ اختفاء اللون الأزرق وهذا يعود إلى انتهاء أو اختفاء شوارد النحاس سي او دو بلوس إذن أول حاجة نكتب الملاحظة إذن أولا نلاحظ اختفاء اللون الأزرق للمحلول يعود إلى ماذا؟ يعود إلى اختفاء شوارد النحاس لهي ماذا؟ سي او دو بلوس إذن حذاري من هذه الملاحظات قلنا أول ملاحظة لحظ اختفاء اللون الأزرق وهذا دليل على اختفاء شوارد النحاس وين رح يروحوا هذا الشوارد؟ أين سوف نجد هذه الشوارد؟ إذن إلى ماذا تتحول هذه الشوارد؟ سوف تتحول إلى راسب أحمر نجده هنا في الجزء المغمور من الصفيحة إذن لاحظوا معايا قلنا هذه الشوارد سوف تتحول إلى مادن النحاس نجده معدن النحاس هنا على شكل طبقة حمراء إذن الملاحظة الثانية ظهور طبقة حمراء إذن ظهور طبقة حمراء على الجزء المغمور من المعدن إذن من المعدن هنا عندي معدن الزينك إذن الجزء المغمور فقط نوجده فيه طبقة حمراء وهذه الطبقة هي عبارة عن معدن النحاس وهو عبارة عن معدن النحاس إذن واش تلاحظوا هنا يا؟ طبعا عندي شوارد النحاس أو شوارد النحاس تحولوا إلى معدن النحاس إذن هذو ما طبعا هذو ما الملاحظات ممكن أن نضيف تآكل الجزء المغمور من المعدن معدن يعني مثلا هنا عندي الزينك معنتها نلاحظ تآكل معدن الزينك يعني الجزء المغمور من معدن الزينك يتآكل إذن تآكل إذن تآكل الجزء المغمور من معدن الزينك من معدن الزينك طبعا لتآكل معنتها رح يتحول إلى شوارد الزينك إذن الآن كيف نكتب معادلة التفاعل إذن نكتب معادلة التفاعل لهذا التفاعل لهذا التحول الكيميائي إذن معادلة التفاعل طبعا نكتبها في الجزء الثاني هنا إذن معادلة التفاعل معادلة التفاعل عندنا آلف بالصيغة الشاردية بالصيغة الشاردية إحنا وش فعلنا؟ فعلنا معدن الزينك زد آن معدن الزينك رح هو صوليد مع من؟ مع سي او اس او كاتر طبعا سي او اس او كاتر معنتها سي او دي بلوس بلوس اس او كاتر دي مو هذا هو كبريتات النحاس ثم على ماذا نتحصل؟ طبعا ما تنسوش أنه المعدن رح يتحول إلى شاردة شاردة الزينك هي زد آن دي بلوس وما ننسوش أيضا أنه الشاردة السالبة هي اللي نكتبوها هنا قدمها زائد اس او كاتر دي مو دائما الشاردة السالبة اللي تكون مع المحلول الأول هي اللي تجي مع المحلول الثاني كذلك ماذا؟ قلنا سي اي دي بلوس تحولت إلى معدن النحاس إذن زائد سي او سوليد إذن هنا قلنا لا ننسى الحالة الفيزيائية إذن هذا بالنسبة للصيغة الشاردية با بالصيغة بالصيغة الإحصائية بالصيغة الإحصائية وش عندنا؟ قلنا عندنا زاد ان زائد سي او اس او كاتر هذه هي السيغة الإحصائية تحكبتات النحاس وتعطي لنا زاد ان اس او كاتر يعني لسقوها مباشرة زاد ان اس او كاتر وزائد معدن النحاس سوليد إذن هذا بالنسبة لهذا التفاعل الآن لو قمنا بتفاعل آخر يعني بدل من وضع مثلا صفيحة الزينك نضع صفيحة أخرى مثلا صفيحة الأليمنيوم أو صفيحة الحديد الثلاثي يعني أو الحديد الثنائي إذن هنا نخذ مثل آخر مثلا مثلا مثل ثنين مثل ثنين تفاعل معدن الأليمنيوم مثلا الأليمنيوم اللي هو آل إذن وش عندنا طبعا معدن الأليمنيوم معندها عوض نكتب الزينك نكتب آل إذن عندي الأليمنيوم زائد ماذا زائد سي او دي بلوس بلوس اس او كاتر دي موا بهذا الشكل وش يعطي لنا وش يعطي لنا يتحول معدن الأليمنيوم إلى شاردة الأليمنيوم اللي هي آل تخوا بلوس ونضيف لها طبعا نضيف لها الشاردة المتفرجة اللي هي اس او كاتر دي موا إذن دائما قلنا المعدن يتحول إلى شاردة معدن الأليمنيوم شاردة تاعه هي آل تخوا بلوس ونضيف له اس او كاتر دي موا وكذلك رح يتشكل لنا هنا طبعا سي او دي بلوس قلنا رح تترصب في الجزء المغمور من معدن الأليمنيوم معتها نتحصل على سي او صوليد إذن هذا المعادلة هذه ليست متوازنة إذن هذه مايش متوازنة هنا عندي زائد 2 ناقص 2 زائد 2 ناقص 2 معتها رهي متوازنة ولكن هنا مايش متوازنة إذن نوازن هذه المعادلة هنا عندي زائد 3 وهنا عندي ناقص 2 معتها نضرب هذه في 3 وهذه نضربها في 2 طبعا داخل القوس حذاري ثم عندي 3 أسعوكا هنا عندي واحدة فقط معتها نضرب خارج القوس نضربها في 3 ثم تحصلنا على 3 سي او معتها نضرب هذا يا في 3 ثم عندي 2 آل نضرب هذه في 2 والمعادلة تكون متوازنة هذه بالصيغة الشريدية نضيفه الآن بالصيغة الإحصائية إذن بالصيغة الإحصائية واش عالنا بالصيغة الإحصائية عندي آل سوليد طبعا هنا عندي 2 نكتب 2 زائد عندي 3 نكتبها سي او اس او كاتر سي او اس او كاتر إذن هذا وش يعطينا هنا لاحظوا معايا عندي آل شوفوا هنا باش ما نتغلطوش نكتب آل بدون شوارد ونكتب آس او كاتر بدون شوارد ومعد نشوف شحال عندي من الآل عندي زوج معانتها نكتب هنا تنين شحال عندي من الاس او كاتر قلنا لما تكون عندكم شريدة مركبة دائما نديروا أقواس هكذا نديروا أقواس ونكتب العادد اللي يكون هنا بهذا الشكل إذن آل دو أس او كاتر طبعا آك زائد معدن النحاس لهو سي هذي بالصيغة الإحصائية طبعا الممكن يطلبوا منكم بالصيغة بصيغة أخرى اللي هي بالأفراد الكيميائية المتفائلة إذن جيم بالأفراد الكيميائية المتفائلة المتفائلة وش عندنا إحنا عندنا المتفائلة نحو فقط قلنا اس او كاتر دموة اللي رهي متكرر في طرفين هنا عندي ثلاثة اس او كاتر هنا عندي ثلاثة اس او كاتر نحوهم إذن وش نكتب ثنين آل زائد ماذا زائد ثلاثة سي او دو بلوس نعم ثم وش تعطينا تعطينا ثنين آل ثوة بلوس آك زائد ثلاثة سي او إذن هذه هي بالأفراد الكيميائية المتفائلة نفس الشيء مثلا لو خذينا مثال آخر مثال ثلاثة مثلا لو خذينا معدل الحديد إذن ف او مع سي او اس او كاتر طبعا معدل الحديد مثلا يقولوا لكم بتشكلنا او عفوا نعم يعني بنسبتي لللون مثلا تشكلنا لون احمر اجوري وليس لون اخضر فاتح إذا كان لون احمر اجوري معنتها مباشرة نتعرف باللي الشريدة هي شريدة الحديد الثلاثي إذن نكتب بالصيغة الشريدية عنا ف او زائد س او دو بلوس بلوس اس او كاتر دو مو إذن هذية طبعا وش تعطينا قلنا إذا تشكلنا تشكلنا المحلول لونه احمر او احمر اجوري نعرف باللي عندي شريدة ف او تخوا بلوس ونضيف لها ماذا نضيف لها اس او كاتر دو مو دائما اس او كاتر دو مو إذن بهذا الشكل زائد ماذا قلنا يترص بمعدن النحاس في الجزء المغمور من صفحة الحديد إذن س او صوليد طبعا هنا اكو وهنا كذلك اكو هذه بالصيغة الشريدية طبعا وليست متوازمة نروح نوزنوها هنا عندي ثلاثة في 2 وكذلك هنا عندي ثلاثة انضرب هنا ماذا تولي عندي ثلاثة عندي ثلاثة عندي ثلاثة geben عندي ثلاثة CO ماذا نضرب هذه 3 والمعادلة متوازنة إذن هاد المعادلة راه متوازنة الآن بالنسبتي للصيغة الإحصائية عندي ثلاثة ف و زائد 3 C U S O 4 إذن نفس الطريقة عندنا هنا F E نفتح قوسين ونكتب 3 زائد 3 C U إذن هذه بالصيغة الإحصائية كذلك بالأفراد الكيميائية المتفائلة نحو دايما 3 S O 4 ما أنت تعطينا F E صوليد 2 طبعا زائد 3 C U 2 plus أكو تمدنا 2 F E 3 plus زائد 3 C U إذن هذه هي المعادلة إذن هذه هي المعادلة بالأفراد الكيميائية المتفائلة نزيد نحلو مثلا على تفاعل تفاعل معدن مع حمض كلور الماء مثلا عندنا لو خذينا مثلا معدن الحديد مثلا عفوا معدن الأليمنيوم إذن لو خذينا معدن الأليمنيوم عندنا أليمنيوم A L A L قلنا معدن زائد حمض كلور الماء وهو H plus plus C الماء هذه بصيغة الشاردية إذن بصيغة الشاردية إذن بصيغة الشاردية وش تعطلنا كلور المعدن إذن تعطلنا كلور المعدن معدن معدن الأليمنيوم قلنا هو A L 3 plus نضيف لها 3 C الماء قلنا دايما هنا عندي زائد ثلاثة معدن هنا عندي نقص ثلاثة زائد ماذا ينطلق غاز الهيدروجين حذاري دائما معدن زائد حمض كلور الماء هناك دائما يتشكلنا كلور المعدن زائد انطلاق غاز الهيدروجين إذن إذن معايا كيفاش نوزنوها هنا عندي ثلاثة سي أل مو هنا طبعا نقص ثلاثة زائد ثلاثة خلاص هذا القص راح متوازن عندي نقص عفونا عندي ثلاثة سي أل هنا عندي وحدة نروح نكتب هنا ثلاثة ولكن هنا إذا كتبت هنا ثلاثة أش أنا عندي هنا ثلاثة معندها هالثلاثة عندي ستا أش بلوس وعندي ستا أش عندي ستا سي أل مو عندي ثلاثة سي أل مو إذن هذي نضربها في ثلاثة باش تولي عندي ثلاثة تعثينا ستا كذلك عندي ثلاثة أل ما عندها نضرب أل في ثلاثة إذن هذه هي معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية الآن ثانيا بالصيغة الإحصائية إذن بالصيغة الإحصائية وش عندنا عندنا ثنين أل زائد ستا أش سي أل إذن ستا أش سي أل تعطينا ماذا ثنين هذين نكتبوها جزيئتين من أل سي أل تخوا شوفوا حذاري هنا يوش نكتبوه قلنا دايما نكتب الأل ونكتب سي أل نكتبهم بيدون شوارد الصيغة الإحصائية ما فيها الشوارد ونبعد نشوفه نوزنه هذين 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 ما شه يلي تجيبوها هذين هذين معنى عندي جزيئتين يعني من كلور أليمينيوم شحال عندي اللهنة داخل القوس عندي وحدة معنى هنا ما نكتب والو شحال عندي اللهنة عندي ثلاثة نكتب ثلاثة إذن هاي هاي الصيغة الإحصائية لكلور أليمينيوم ثم زائد ثلاثة أش دو إذن هذه هي الصيغة الإحصائية ثالثا بالأفراد الكيميائية المتفاعلة طبعا نقوله بالأفراد الكيميائية المتفاعلة في بعض الأساسات يقوله بالمعادلة المختزلة يسموها المعادلة المختزلة أو المختصرة إذن نفس الشيء إذن بالأفراد الكيميائية المتفاعلة معندها اللي راهم متعودين يعني متكررين في الطرفين نختزلوهم عندي ستة سيئة المو وعندي ثلاثة في ثنين ستة سيئة المو كذلك معندها نختزلوهم موش يقعد لي يقعد لي ثنين آل زائد ستة آش بلوس وتعطينا ماذا تعطينا ثنين آل خوة بلوس زائد ثلاثة آش دو نهو غاز الهيدروجين إذن هذو هما المعادلة نفس الشيء بالنسبة للحديد الثلاثي مثلا لو كتبنا الحديد أف أ يعني يقلوا لكم بلح نحصلوا على محلول أحمر أجوري أحمر أجوري معندها يتشكلنا الحديد الثلاثي إذن عفون ستة أش بلوس زائد سيئة الموا تعطينا ثلين أف أ ثقوا بلوس زائد ثلاثة سيئة الموا زائد ثلاثة أش دو معندها نفس المعادلة يعني بلما نعود نديروها الآن عندي نعود نولي التفاعل الثالث تفاعل الثالث اللي هو تفاعل حمد كلور الماء مع كربونات الكالسيوم طبعا حمد كلور الماء مع كربونات الكالسيوم يعطينا دائما لاحظوا منيح معايا يعطينا دائما كلور الكالسيوم وطبعا يعطينا الماء كذلك وينطلق غاز توناء أكسيد الكربون معناه يعني ثاني أكسيد الكربون شكون يبينا بالانطلق غاز توناء أكسيد الكربون هو تعكر رائق الكس يعني لما نديرو التجربة طبعا الغاز هذك راح يعكر رائق الكس وهذا دليل على وجود غاز توناء أكسيد الكربون إذن قلنا تفاعل حمد كلور الماء مع كربونات الكالسيوم عندنا معادلة التفاعل إذن معادلة التفاعل ب إذن ألف ب الصغة الشاردية بالصغة الشاردية هنا كربونات الكالسيوم تكون دائما سوليد سي أ سي أو تخوى هذي راهي سوليد ولكن الحمد كلور الماء سيغتعو هي أش بلوس سي أل مو وش يمد لنا يمد لنا شاردة الكالسيوم سي أ دو بلوس زائد ثنين سي أل مو لماذا لأنه عندي زائد ثنين معانتها هنا لازم نضيف لها ثنين وزائد جزي الماء وغاز ثناء أكسيد الكربون الماء لكيد سي أو دو غاز وهنا طبعا أ كو إذن هذي المعادلة لما رايش متوزنها رحوا نوزنوها عندي ثنين سي أل ما عنتها نضرب هذية في ثنين خلاص ولت عندي ثنين أش هاي لك ثنين أش ثنين سي أل ثنين سي أل الكالسيوم عندي وحدة هنا عندي وحدة الأكسيجن هنا عندي ثلاثة وهنا عندي وحدة والزوج ما عنتها ثلاثة إذن المعادلة رايش متوازنة الآن نروح نكتبه بالصيغة الإحصائية إذن بالصيغة الإحصائية بالصيغة الإحصائية وش عندنا عندنا سي أ سي أو دائما زائد ثنين أش سي أل تعطينا سي أ سي أل دو إذن سي أ سي أل دو زائد آش تنين أو زائد سي أو دو لهو غاز إذن هذه هي معادلة التفاعل لتفاعل حمض كلول الماء مع كربونات الكارسيوم طبعا هذين نلقوها في الوضعية الوضعية على الأمن ممكن يقولكم ربة بيت عندها غسالة يعني عندها غسالة فيها الكالكير الداخ اللي هو الكيس حبينا نحول الكالكير هذا واش لازم نديره لازم نضيفه لحمد كلول الماء ونلاحظ انتلاق غاز يعكر رائق الكيس وهو غاز تنائي أكسيد الكربون يعني ممكن تحلكم وضعية هكذا يعني الكيميا مع الأمن الكهربائي إذن طبعا ما ننسوش يعني باش نكشف عن المحلول الناتج يعني على شريدة الكلور شريدة الكلور ونكشف على شريدة طبعا شريدة الكالسيوم شريدة الكالسيوم نكشف عليها بواسطة كربونات السوديوم إذن الكالسيوم شريدة الكالسيوم نكشف عنها بواسطة إذن نكتبه هنا إذن نكشف الكاشف الكاشف عن شريدة الكالسيوم هو كربونات كربونات السوديوم كاربونات السوديوم وهو 2 Na plus CO 3 دموان كاربونات السوديوم إذن نقدر نستعمله طبعا نقسم المحلول الناتج إلى قسمين يعني أنبوبين أنبوب الأول نزيده له نطارات الفضاء ونلاحظ تشكل راسي بأبيض يسوده في الضوء هذا دليل على وجود شاردة الكلور والأنبوب الثاني ننضيفه له كاربونات السوديوم ونلاحظ راسي بأبيض دليل على وجود شاردة الكالسيوم طبعا كل المحل الناتجة يمكن الكشف عنها ونقدر لكم الكواشف في الفيديو السابق كل الكواشف لتقرؤها في سنة ربعة إذن إن شاء الله تكونوا فهمتوا الحصة هذه إذن إلى حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم